بس الخير تأثر بعبق الليمون وبسحر الطبيعة وبعمق الجغرافية فأمسك بقلم وورقة وراح يرسم خطوطاً ومربعات ويوم رأى بأم العين الارتكابات الجرمية في حق البيئة والتراث قرر أن يصبح مع ماريا هاشم ساركيس مع ريكاردو كرام هاشم ساركيس بساق خير بسعدني أنك تكون ضيفة هذه المقابلة اللي نحكي عنها منذ السنوات وأخيراً عم بتتم ابن خلدون المؤرخ العربي اللي ابتكر علم الاجتماع علق فوق باب داره جملة مفادة ما لم يكن مهندساً فريد يدخل لنا منزلنا هل بتوافق الرأيب؟ في أن العلم الهندسة شأن ليس لي سواه علم الهندسة هو أساس من أساس العمارة من هو الأساس الوحيد والفكرة عند ابن خلدون وعند عدة مفاكرين بعده هي أنه الهندسة مثل مثال نموذج بينزل على العمران مثل الوحي بيعطي الأحجام بيعطي الأشكال من فوق أنا بفضل الفارسفة الخوارزمي يلي بتبلش من المصادفات يلي بتبلش من الأشياء الموجودة على الأرض ومن هالأشياء الموجودة على الأرض المعطيات بتجرب توصل للمثال ما بتبلش بالمثال بتبلش من المعطيات يعني الفرق بين أنه ترسم هرم مثالي أو ترسم مربع مثالي وتجرب تفرضه على الواقع شي وبينما تبلش بشقفة أرض من شكله مزبوط فيها انحدار إذا ويها منهم مزبوطين وترجع من خلالها تجرب تحصل على شكل مثالي هيدا الخوارزمية طريقة شغلة أقرب للخوارزمية من الإبن خلدونية قرأنا الإبن خلدون أيضا أنه ممارسة علم الهندسة للفكر هي بمثابة الصبون للثوب تورا ماذا تفعل الهندسة بالعقل أو الفكر أو المنطقة ما بوافق هالفكرة برجع أولى مرة تانية لأنه بتكر المثالية اللي الهندسة بيستعملها إبن خلدون طي يحكي عن المثالية شوية بتجي على الأفكار وعلى الأشخاص من فوق أما بفضل نبلش على الأرض من الأرض بطلع لفوق نابليوم بونابارت قال ذات يوم الجندي الذي لا يطمح أن يصبح جنرالا لا فائدة منه الطموح يطلب أشكال من التحدي وأنت كما يقول بعض عارفيك تتحدى حين يجب وحيث يجب هل نفع من هذا أنك قد تستسلم بسهولة فين نبلش ببونابارت فضل يمكن هذا قال بونابارت قدام العسكر حتى يشاجعون لكن لا يفتكر بونابارت كان قدر يربح ولا حرب إذا كانوا كل العسكر يريدون أن يكونوا جنرالا يعني الطموح بهالشكل لكل واحد يكون قائد أو قيادة بالمجال يصبح صعب يقدر ينتج ينتج معركة في ربح معركة لكن لا يربح الحرب يمكن هذا يحدث هل تردد أحيانا أنا هاشم ساركيس فشلت وسأستسلم على شيء يحدث معك دعني أتحدث بمجال العمارة كان هندس فشل تسع مرات على عشرة بالمشاريع التي يعمل علي تعترف الخسارة وتسع مرات من عشرة هيدا سكور منيح بالنسبة للمهندسين تب متى تتحدى بقوة شوف بالهندسة كمانا برجع العمارة مش عم بحكي كفكر أو كتعليم أو كتقافي بالعمارة بتبلش بمفهم أو بفكرة بتحطها قدام صاحب المشروع بتحطها قدام المهندسين اللي عم بيشتغل معك وبصير فيه مساومة مساوة بمساومة أنا بحب المساومة على الأفكار لأنه إذا فكرة نزل من فوق وبس وتتعمل مثل بها ما إلا علاقة بالمحيط طبعا ما إلا علاقة بالأشخاص اللي هيستعملوها بس وأتعرف أنه المسامة واللي وصلت علي الفكرة اللي أنا قدمتها غيرت الفكرة كليا بحس أني فشلت ببلش بفكرة تانية إذا تساوم على الأفكار وليس على القناعات المساومة هي جزء من العمارة بس وقتها توصل المساومة أنه تطلع على البناية دينة من هون من راس من هون من خار من هون قول أنه الفكرة اللي بلشت فيها يمكن منها مزبوطة خليني إرجاع أبلش بفكرة تانية إذا لا قناعات في العمارة قناعات كتير قوية بالعمارة بس إذا الفكرة تبعيتي بتحس أنها قوية فيها تساوم مع أشخاص وأفكارهم المختلفين الفكرة بالعمارة لازم تكون قوية كفاية أنه حتى إذا ساومت فيها تظل واضحة تمتص أراء الآخرين وتأخذ الأفضل منهم للوصول إلى هدف ملموس ملموس ومنه منزل من فوق بتحس أنه البنائة العمارة اللي طلعت طالعة من البرنامج طبعها من الأشخاص اللي عايشين فيها بتشبههم من الطبيعة اللي حواليها الصدف قد تلعب بحياتنا دور أساسي إما ترفعنا إلى فوق وإما ترمينا على الأرض لكن ما رأيك في أنه كل ما نخطئ به نسميه صدفة وما ننجح به ونصيب به نسميه جهد أنا بحس أنه الصدف بتأثر علينا بالنسبة للقرارات اللي بناخدها بشكل كتير كبير وأنا فيني أحكي عن الصدفي وحدة أو مصادفي وحدة صارت معي يلي أثرت كتير على مجرى ثقافتي كمهندس سنة الخمسة وثمانين الحرب كانت كتير قوية ببيروت كتير من الشباب معي في الجامعة تركوا تركت معهم بعثت البورتفوليو تبعي كنت بعدني بجامعة أمريكية ببيروت مع الله يرحمه بس الفلايحان ما كان فيه مطار كان رايحه على الجامعة على ييل كتلو إذا فيك تاخد البورتفوليو تبعي فالجهد لجامعات قدم عليها أخدو ومساعدة شاب صاحبتيني وصف عصفور أخدوا البورتفوليو تبعي وبرموه على الجامعات قبلت وقتها بجامعتين واحدة اسمها طافتس وواحدة اسمها رود آيلند سكولولو بيزاين أنا قلت أكيد رح روح على طافتس لأنه عندهم هندسة قوية وعندهم علاقة مع المتحف ببوستون قوية قليني أدرس بطافتس وصلت على طافتس حطيت شمت قلت لهم بس بدي أنزل على رود آيلند قال لهم أنا مجعي نزلت على رود آيلند شفت المحل شفت كان في أصحابي كمان لبنانية وهنيكة جمانا غندور عطالها برمتني وفي هاللحظة هدي قررت أنه أنا رح رجع على رود آيلند سكولولو ديزاين وجزء كبير من دماغي تأسس برود آيلند سكولولو ديزاين وهيدا ما كان قرار عملته لأنه درست الوضع وعملت واحد ورا الثاني أنه هيك لازم أوصل للقرار لأنه أنا قدرت تدير على الصدفة مش هي دارتني أنت بتدور الزوايا بفن العمارة وفن الحياة أيضا لا عادة الزوايا عندي بالعمارة جاسية هاشم ساركيس اختار وهو في الثالثة من عمره من سيكون وأيقنا وهو يكبر أن قلم الرصاص يتحدث بلغة كل البلدان استراحة ونعود اشتركوا في القناة أن يقرر طفل في عمر ثلاث سنوات ماذا يريد من سيكون أنا سيصل فهذا قد يعد في نظر البعض مبالغة أنت أررت وأصبحت هل لك بتفسير ما حصل؟ تكر تفسير بسيط كنت أرسم خارتش كنت عايش ببيت عملوه نان معمارية كتير مهمين بالبلد ويجوا ناس يتفرجوا عليه ويسمعون عم بيحكوا عن هيدا لأنه برسم يقولوا هيدا بده يصير معماري حق البساطة وضليتني معماري لمين تأثرت؟ أكيد بالبيتان اللي ربيت فيهم البيت بالحزمية اللي عمر هلنا هي واثق أديب وكارول شاير والبيت بالمختارة هي لعمر والوالد عن بيت الجد كمان قبل أنت شوفي من المختارة هل تثق بقدرة الجيغرافيا على طبع الشخصية وتحديد المسار؟ أنا بوثق بقدرة الأشخاص على أن تتخطى وتتجاوز محيطة بس بتبلش من محيطة وإذا المحيط حلو مثل المختارة بتأثر فيه ليش؟ شو زرع فيك هذا المحيط؟ علاقة كتير قوية بين العمارة والطبيعة المي البساطة بالأشكال والرواء هناك أسماء بتمر بحياتنا بترك أثر بالغ ومهم وهناك أسماء بتمر مرورة الكرام ننساها مع الوقت نحن وضعنا أمامك في هذا الآيباد هذا اللوح الإلكتروني مجموعة صور يمكن لها أثر بحياتك يمكن لها قيمة معينة لها ذكرى مختلفة لح تشوفها مشاهدين وأنا وأنت سوا الوالد والوالدة بالمختارة يوسف وعيدة يوسف ساركيس عيدة طعمة تقريبا سنة 58 بفتكر هيدة بنبعين ملشد كانوا بعدهم جوازوه جديد وكان كل هيدة بضلال المختارة بس كمان بضلال طولة 52 في صور للمعماري واثق أديب صديق الوالد اللي تأثرت فيه هناك أيضا صورة المهندس الإسباني رفايل مونيو في أيضا صورة يوسف خليل اللي انطلقت معه بأول مشروع مستقل نفذه بلبنان ونال عنه جوائز وتقدير هو مشروع الصيادين في صور بين هذه الصور الموجودة أمامك هل بتحب تعلق على صورة معينة أخرى؟ هيدا كارول شاير كارول شاير مهندس بولوني إجا على لبنان فلسطين وبعدين لبنان بعد الحرب العالمية فترة الحرب وإجا أسس بلبنان بشراكة مع واثق أديب ومع باهيج مأدسة مكتب للعمارة وكان فعلاً خلق من أهم البنايات اللي عملت ببيروت بفترة الخمسينات عصر الدهبة والستينات كانت لشاير وقليب بناءة الشل بناءة الصياد بناءة موتيل كارلتون والولد اشتغل معهم كمقاول وصاروا أصحاب كتير وعملونا البيت بالحزم شاهدنا بين صور وجه المهندس الإسباني رفال مونيو يلي اشتغلت معه على مشروع بناء أسواق بيروت هناك طبعاً من يؤيد ومن ينتقد لكن رفال مونيو ترك طبعته الهندسية الفريدة على بعض أهم المباني في العالم مثل المتحف الوطني للفن الروماني في ميريدا ميريدا بإسبانيا ومتحف الفد الحديث والهندسة في ستوكهولم في سويد سؤالي لك هاشم ساركيس كم تشبه أسواق بيروت اليوم أسواق بيروت التجارية القديمة كتير قليل تشبهها بناحية المحاور الشوارع كيف كانت وضعت عليها بس من خلال طريقة تسكيرها من خلال المحلات الموجودة فيها البرامج اللي فيها ما بتشبهها أبدا كما ذكرت هناك من يؤيد هذا المشروع وهناك من يناهض من ينتقد هذا المشروع اللبنانيون كافة كان يريدون أن يجدوا بيروت القديمة في هذا المشروع لكن بيروت تبدلت تغيرت وهذا المشروع مثل ما قلت لم يستطع أن يعيد الروح روح بيروت القديمة في وسط بيروت أنت عرفت بيروت قبل حرب شواء شاركت في بناء قصم من بيروت ما بعد الحرب هل عشت هذا التنقض بين الماضي الجميل الذي يريد الجميع أن يعيشوا فيه والواقع البشا الذي نعيش فيه للأسف اليوم خليني أحكي بس أول شيء عن قصة إعادة الماضي لأنه مشروع إعادة أحياء الماضي مشروع صعب ومشروع بيفرض ماضي واحد ضد ماضي ثاني أو ماضي مختلف يمكن ما كان بدنا نرجع نعيشه وبيروت كان عنده ماضي كثير حلو كان عنده ماضي كثير سيء هذا ما معناته أنه يلي نعمل بالأسواق شي جيد أو شي سيء بهل بهل نحو هيدا أنا بأعتقد أنه المشروع اللي عمله رفايل مونيو كان أفضل تخطيط للمدن تخطيط مدني للمشروع ممكن بعد ما صار يلي صار يعني بعد ما وصل هو على المشروع كان تتهدم الأسواق القديمة كان أخذ درار أنه تتهدم ما بفتكر كان ضروري تتهدم كان تخذ قرار أنه الاركيولوجي الأثار اللي كانت موجودة هونيك تنقام مش كلها نقام تظل في مننا شوي بالفتكر ما كان مفروض كلها تنقام كان تخذ قرار أنه ينعمل باركينج كبير تحت مننا حتى يقدروا يستوعبوا السيارات اللي بدها تخدم المناطق اللي حولي للمافيا سيارات مثل شارع ألمبي وفوش وكانت أخذ قرار أنه الأسواق اللي كانت كبرامج مخصصة سوق للصاغة سوق للأماش يعني برامج مخصصة للأفراد وللمحلات ما رح تظل هيك اللي عملوا رفايا المونية وبالنسبة لها تقويم الطرقات حتى تصير متوازية ومتكاملة مع المدينة ودفش الساحات العامة بالمشروع تصيره صلة وصل بين الداخل تبع المشروع والمدينة بفتكر كانت قرارات كتير إيجابية لأنه المشروع متل ما بلش نعمل تخطيط لأله كان أنه الأسواق بتصير متل المول مسكرة والمحلات والساحات العامة بتكون داخلية مش خارجية أو مش صلة وصل مع المدينة هو رجع خلق تواصل بين الأكسات تبع الأسواق والمدينة حتى يصير فيه نسيج أقوى بين الان هنا يمكن الفريق يلي هاجم هذا المشروع مشروع إعادة بناء وسط بيروت وجد أنه بيروت تحولت إلى منطقة حكر فقط على فئة معينة من الناس الفئة الأخرى الفئة البسيطة الشعب العادي يستطيع أن يتنزه في وسط بيروت لكن لا يستطيع أن يقتني أي شيء الوقت اللي طبعا بالماضي كانت الأسواق لكل الناس سوء الإماش سوء الصاغة وغير من الأسواق طبعا اللي أنا يمكن ما عرفته أنت عرفت شوي منه لكن يمكن لهذا السبب الحقد موجود على كل حال ما دمنا نتحدث عن بيروت بعث ضيفي هاشم ساركيس برسالة مذيلة بتوقيع المهندس الفرنسي الراحل ميشيل إيكوشار إلى رئيس بلدية بيروت بلال حمد حيث يتحدث عن الجريمة الحضرية التي تقترف في حق العاصمة أعاد هاشم ساركيس إيكوشار من العالم الآخر ونطق بلسانه علميا وعاطفيا أيضا وكان ميشيل إيكوشار قد وضع مقطة مدني لبيروت في الخمسينيات واليوم يتم استغلال هذا التصميم أو هذا الاسم كلما أرادت بلدية بيروت تنفيذ مشروع أو أحياء آخر وآخر مشاريع كان جسر فؤاد بطرس الذي من المفترض أن يوصل منطقة الأشرفية بمنطقة مرمخيل وقد تم رصد مبلغ ستين مليون دولار أمريكي خير أن الأشرفية تبدلت بعد ستين سنة ومرمخيل اللي حافظت على شكلها التقليدي إلى حد ما تحولت اليوم إلى قبلة الفنانين والمصممين والطهات الشباب أصبحت تنبب بالحياة والإنتاجية إذن المشروع لا يمكن أن يمر وهاشم سركيس أطلق الصرخة تورا لو رأى إيكوشار بيروت اليوم هل كان سقط صريعا من جديد إيكوشار أنه معصوم من الخطأ إيكوشار يتركب أخطاء كبيرة كمان وبفتكر الرسالة التي بعضتها لرئيس البلدية كانت اعتراف من إيكوشار أنه كان في أخطاء بس كمان كانت مدينة مختلفة في وقتها وكان المفهوم عن شول تنظيم المدني مختلف كان دايما الرائد بوضع أطر الأسس للمدينة مهندس الطرقات كيف السيارات بدأت تفوت كيف السيارات بدأت تظهر كان أهم شي الطرقات بفتكر تعلمنا من هذيك الفترة أنه شق الطرقات ما بيعمل مدينة شق الطرقات بيعمل سير بحسن السير بيعمل عجل السير بس ما بيخلق بدن المدينة عندها شبكات مختلفة مش بس شبكة واحدة واحدة منهم هي الطابع الحضاري طبع البنايات واحدة منهم هي الطرقات واحدة منهم هي البرامج استعمال الطرقات برامج استعمال البنايات حواليها وبفتكر الشق طبع المدن يلي الجيل طبع ايكوشار ما كان محتمين له كتير هو الحياة العامة الحياة العامة كتير مهمة والطريقة يلي الناس بت تخلق ايام بالبنايات بالمحلات العامة هيدا ما كانوا حسبين لحسب كان المهندس المدني هو يلي يعطي ايمي للمدينة مش المدينة بتعطي ايمي لحاله وبفتكر يلي عم بيقلوه اهل مار مخايل انه هيدا المدينة صار الا ايمتا نحنا عطيناها ايمتا بدنا نحافظ علي انتو اربعة اخوي لينا سوها انت وغسان نعم انت وسطي في عداد اهل البيت هل انت ايضا وسطي في الحياة انا انا التالت نحنا اربعة ما في وسط اللينا و سوها اكبر مني انا انا التالت وغسان من الرابع افتكر بيطلع بغسان كالصغير انه بيقدر يعمل شو ما بده وانا ما كان بيقدر بعمل شو ما بدي عساس كنت الصبي الكبير وكان مفروض تكون رصين لينا و ساها كانوا اكبر مني شوي وكانوا مصرين انه انا كون تلميز وقت يلعب مدرسة بقى لحديث هلا بقولوا انه انت طلعت استاذ جامعة لانه نحنا علمناك كنت مطيع لحد ما بعد الصف التالت الرابع ستصبح ببكي انت حائز على دكتوراه في الهندسية المعمرية وتعلم منذ أوائل التسعينيات في جامعة هارفورد هل الطريق إلى هارفورد كانت معبدي مسهلي الطريق هارفورد في نقول كمان كان في صدف انا عم بدرس برود آيلان سكول ودزاين اللي هي جبعة كتير منيحة وانتجت هندسيين ومصممين لبنانية كتير كبار درست مع أستاذ كانوا عم بيعلموا بين هارفورد ورود آيلان سكول ودزاين وهني اللي شجعوني يكمل هنا وقت وصلت على هارفورد كان رافايل مونيو مدير البرنامج وكان الحقيقة يسميني واحد من المشاغبين بالمدرسة لأنه ماكنت أرائي مطابقة مع أراء البرنامج كما هو عم بديره وكنت دايما عارض الحظن الليلي وكمان الحرب ضلت تكمل وماكن عندي مخرج تاني غير كمل علمي لو الحرب ماكملت ماكنت يمكن عمل دكتوراه كنت خلصت بالماسترز ورجعت فتحت مكتب بس ضلتني كم الوقت تكون عندك دكتوراه تكون كأنك خلص حصرت حالك بإطار الأكاديمي الصعب للي كان كيف حافظ على المهنة وكون أكاديمي بذات الوقت هذا ياخد أكتر وقت مني من شي تاني هاشم ساركيس جرى اختيارك بالعام 2002 أول أستاذ كرسي الأغاخان لعمارة تنصيق المواقع والتطوير الحضري في المجتمعات الإسلامية هذه المهمة شو شروطها شبت تضمن به سنة السبعة وسبعين بفتكر صاحب سمو الأغاخان اللي هو خريج من جامعة هاربرد رتقى أنه يخلق برنامج دراسات بجامعة هاربرد وامايت للحفاظ على تاريخ العمارة الإسلامية شاف أنه المجتمع الغربي ما كتير فهم الحضارة الإسلامية وشاف أنه الإنتاج الفني الإبداع الفني بالعمارة الإسلامية لازم يندرس لازم ينطبع لازم يشارك وبذات الوقت كان عم بيشوف أنه العمارة اللي عم بتصير بالوقت الحالي منى بمستوى العمارة اللي كانت صارت قبل بكيف فينا نحسن العمارة الحالية المعاصرة بالعالم الإسلام خلق برنامج مستقل بين هاربرد وامايت وبلشوا البرنامج بدراسات تاريخية كان فيه كرسيين واحد بي هاربرد واحدة ماتي لمؤرخين العمارة ارتقى سنة 2002 انه لازم نمسع البرنامج ونخلق كرسي لدراسات المعاصرة ده ندرس المواقع وندرس المدن ومش بس ندرسها كمان نعمل اقتراحات عن كيف لازم تكون المدن وهيدا التشاري اللي أنا اخدته سنة 2002 وأسست من خلاله برنامج بجامعة هاربرد دراسات عن العمارة الحالية والمدن الحالية بالعالم الاسلامي وكمان مش بس دراسات او تحاليل بس كمان افكار تصميم للمدن المستقبلية والعمارة المستقبلية بالعالم الاسلامي من كرسي الاغاخان الى كرسي الستوديو هل الشعور هو نفسه؟ كرسي الاغاخان اسهل بكتير اوف اوف هادي مسؤولية انتحملنا ايها رسم مثل زغردات العصفور وبصم بي تصاميمه كل الكون واستخدم فيما انجز عينه سقر فقلقت مشاريعه ممسكة بالتاريخ وسارحة في المستقبل استراحة ونعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتCO pouredوا some stereotypes on Mediterranean culture and attitudes but also because it captures certain desires that we as architects and planners project when we say a Mediterranean city the unfolding organization of the panorama that unifies the city with its geography but allows it to evolve the frequent exchange among clusters of towns the loose connection to the hinterland which nevertheless produces a distinct pulse in the life to the city and the city's embrace of a common fate that connects it with other cities these constitute the qualities of the Mediterranean city which also describes its resilience and persistence as a model or as a series of models بعد هذا الفصل نعود إلى ضيفنا هاشم ساركيس أستاذ جامعي في هارفرد ومعماري في كامبرج مستشوسيتس وفي بيروت وبين يديه اليوم مشروع بيبلوس مكتبه الهندسي فاز في مباراة التصميم الهندسي لإنشاء دار بلدية جبيل أو بيبلوس هل ستساهم في جعل جبيل أحلى بربط ماضي دار البلدية بحاضره؟ إن شاء الله ستطلع البناية لنشوف تم مؤخراً اختيار بيبلوس كأفضل مدينة سياحية عربية في العالم العربي لعام 2013 كون أقدم مدينة مأهولة تحولت من مدينة صغيرة إلى كبيرة من دون أن تفقد أصلتها وعرقتها ينضم إلينا في هذا القسم رئيس بلدية بيبلوس أو شبيل زياد حواط مرسى الخير مرسى النور بيسعدني أن نستقبلك بالبداية مبروك شو بيحملك هذا الاختيار؟ أولاً هذا مبروك للبنان لأنه فعلاً الصورة السوداء اللي عم تتنقلة وسائل الإعلام إنه لبنان بلد الصراعات لبنان بلد المشاكل لبنان بلد الانكسامات على بعضنا مش صحيحة لبنان باع في فسحة أمل لبنان قادر ياخد مراكز متقدمة بالسياحة وبالاقتصاد وبالإنماء إنما بدنا نحن مبادرة فردية نظهرها ونطلقها هذه الجايزة ملك كل اللبنانيين ملك كل الشعب اللبناني كون جبال هي كنز لبناني ووطني وليس فقط كنز جبالي بالتالي بدي أقول لك مبروك لألك أحتلال جبال هذه الجايزة هذه الجايزة بتعطينا حافز ودافع إلى الأمام إنه مسئولية إدارة مدينة بحجم وتاريخ وثقافة جبال هو حمل كبير علينا نسلم الأمانة أو نوصل الأمانة إلى مراتب عالمية إن شاء الله مش بس عربية إن شاء الله على كل حال الإنقسامات مهما اشتدت هي حافز للمنافسة والتنافس واليوم المدن اللبنانية وحتى بعض القرى اللبنانية عم بتنافس بعضها من أجل طبعا إصار صوتها من أجل التمايز والإبداع ويمكن حتى لو اللبنانية نقصموا سياسيا لكن من حيث الثقافة والفن والإبداع إن يتنافسون بالتنافس في جمالية وفي حلاوة بالعكس بالتأكيد نحن نتأكد على الطابع التنافسي لأي شي إنما صورة اللي موجودة بالخارج إنه لبنان بلد أسود في غيمة سودة عم تقطع فيه عم تخلي عم تعمل ركود اقتصادي عم تخوف الناس من مجيئة إلى لبنان لأ هذه الجازة تتأكد إنه لبنان بلد بعده بألف خير بعده بيقدر يستقبل كل السواح كل اللبنانيين المغتربين اللي هن جناح الآخر لبناني المكيم بأحضل طريقة نذكر إنه مدينة جبيل نالت منذ تبوء زياد حواط سدة بلدية جبيل عشرات الجوائز بين جائزة البحر المتوسط عن مشروع الحديقة العامة وقد استحقيت أخيرا الوشاح الأرجواني المزين بوسام الاستحقاق الذهبي من أكاديمية التميز في العالم العربي مع المنظمة العالمية للأمم المتحدة للسياحة ما شاء الله إن أنت هل حافظ هذا اللقب هل حافظ هذا يا الجائزة أو كيف من الصعب عليك بالبداية أنك تردده بالتأكيد أنا هدفي إنه نقدر نوصل بجبال إلى مراكز عالمية كون جبال قرس كتير كبير كون جبال تاريخ وحضارة ورح نجعل مننا حاضر ومستقبل إن شاء الله بالتالي هيدا الوشاح أو الوسام أنا بهديه لكل أبناء جبال اللي هني شركاء أساسيين بالإنماء والتطوير إيد وحدي ما بتزقف لو ما كل المجتمع وحتى كل الزوار وكل الناس اللي بتجي على جبال مش عم بيشاركوا معنا بالحملة النهضوية ما كنا قدرنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه وهون خير دليل وجود الأستاذ هاشم معنا بجبال من أجل اطلاق الحملة التغييرية النهضوية بجبال من خلال أنا ما بدي سمي الكسر البلدي أنا بدي سمي المجمع البلدي لأنه هذا المجمع البلدي بيتضمن كثير من الأمور الإدارية والثقافية والإنسانية بقلب هذا المجمع يعني هذا المجمع ما بيكتصر العمل فيه إلى مكاتب وإدارات بلدية فقط ما هي المعايير الأساسية التي اعتمدتها واخترت من خلالها مشروع هاشم ساركيس لبناء هذا المجمع البلدي هذا الصرح المهم اختيار مشروع دكتور ساركيس لأنه ربط الماضي بالمستقبل وهيدا الأمل وهيدا كان نية بلديتنا ونيتنا بيجعل مدينة جبال مدينة كمان كما هي مدينة الماضي كمان هي مدينة المستقبل تعقباً على ما بتقوله بلدية جبال تأسست بالعام 1879 وهي أول بلدية في قضاء جبال وجبيليين كانوا أول من صدر الأبجدية إلى العالم مثل ما ذكرت في انتخابات 2010 بلدية زياد خواط وفريقه رفعوا شعار جبال أحلى هاشم ساركيس كيف تشوف جبال أحلى جبال أحلى من خلال استهزياد الحقيقة نحن وقتها اشتركنا بالمسابقة ما كان لدينا فكرة أنه راح تكون مسابقة شفافية ونظيفة قلنا مندخل بالمسابقة لأن الشباب بمكتب بيروت قالوا أنتم ببوستن تعملوا كل التصاميم نحن هون مننفذ خلينا نعمل شي تصميم هون لقينا هايدي المسابقة دخلنا فيها وما كنا معتقدين أنه راح يطلع نتيجة معينة أو شي والشباب المكتب كانوا عاب يقولوا أنه بكرة أرابتوا لرئيس البلدية بيربح المشروع جاينا تريفون انتوا ربحتوا المشروع راحنا نستلم الجايزة على المعرض جاي شاب لطيف مهزب سلم علي قال لي بدي هنيك أنا كنت من المشاركين بالمسابقة أنا ابن عمو لرئيس البلدية ومربح ومن وقتها عرفنا أنه نحنا هايدي كنت عتحي عن الصدف هايدي صدفة كانت كتير إيجابية لألنا أنه أعنا بأيدان هالفريق أستاذ زياد بنعمك بعضوا بنعمك أمزعل مننا لا بالتأكيد للعكس هايدي هايدي مش هايدي وجباتنا نحنا كرسنا حالنا لخدمة المجتمع في قنون في خط مستقيم وهيكا اعتمدنا وهيكا الشفافية المفترض تكون معممة بكافة إدارات الدولة من أجل أن يصبح لبنان أحلى زياد حواط كيف رح تكون مشهدية جبال بعد سنتين بالتأكيد نحنا اليوم نهارا أطلقنا مشروع جبال أحلى ما كان مشروع خطابة أو ورقة أو بانو على الطريق كان مشروع أطلقنا سلسلة أهداف من خلال هيدا المشروع إن كان جعل اقتصاد جبال أفضل وأحلى جعل أسواك مدينة جبال أحلى جعل الرياضة أحلى جعل البيئة أفضل ضمن هيدا سلسلة هالأهداف بدأنا بتنفيذ المشاريع كان عنا اقتصاديا درنا نحققنا تأهيل واجهات سوق جبال التجاري بكمان بتمويل ومبادرة من بونك بيبلوس اللي ساهم معنا بتأهيل هيدا السوق جبال اللي شكل شريان اقتصادي مهم لما دينة جبال وإن شاء الله مفتتح أسواقنا التجارية جديدة مع بداية شهر قبل مقبل رياضيا أحلى وأفضل من خلال إنشاء المجمع رئيس ميشيل سليمان الرياضي بتمويل من المخترب اللبناني كارلوس سليم هيدا المشروع بدأنا العمل فيه وإن شاء الله مفتتحه بالربيع المقبل ثقافتنا أحلى وحضارتنا أحلى من خلال متحف الأبجدية والمجمع البلدي اللي عم نعمله نحنا ودكتور هاشم ساركيز وبتمويل بلدي بيقيتنا أفضل من خلال الحضائق العامة اللي وزعناها بمختلف أرجاء المدينة وكان أبرزها وأكبرها الحديقة لأخذ جازي عالمي هي الأكبر في لبنان على مساحة 25 ألف متر وبتمويل من مصرف لبنان إذن أنت لا تفضل العمل على الحلم بل ترى أو تحلم بمشهد جبال جديد حديث نحنا مننحقق هذا الحلم وفعلا تكون مدينة جبال مدينة عالمية مدينة بحجم تاريخها وحضارتها مدينة بتقدر تستقبل زوارها بأفضل طريقة زياد حواط شكراً مطلقانا قريباً في جبيل المشاهدين وأنا هاشم ساركيس لا يعرف عدد المشاريع التي نفذها بدقة لا يريد أن يتوقف ربما عند العدد لأن الإبداع لا يقاس عدة بالأرقام غير أن مشاريعه تمتد على مساحة واسعة شاسعة من هذا الكون والسؤال هل الارتكابات التي تتم في حق التراث المعماري في الغرب تختلف عن طبيعتها عن الارتكابات في الشرق؟ اختلاف المهم هو الدور اللي المجتمع المدني بيلعبه بالقرارات عن التراث بما أنه أستاذ ياد موجود هون بدي زيد شغلي على ليه جبال أحلى جبال أحلى لأنه قدروا يخلوا المجتمع المدني تبع جباله يشارك يشارك بدور كتير فعال بالقرارات اللي بتتاخذ على المشروع بس تعطي مثل كان في مدة عم نفكر نغير الحجر تبع الواجهة عن اللي كان بالمسابة اللي هو حجر رملي الشباب معه لأستاذ ياد برموا سألوا أهل المدينة قالوا لهم لأ نحنا بدنا نحافظ على الحجر الرملي للواجهة رجعنا هيدا مسأل صغير بس يعطيك فكرة ليش جبال أحلى وبفكر بالعالم الغربي يعني مدن مثل بوستن أو تورونتو أو حتى اسطنبول اللي هلا عم بيشتدل عليها في مشاركة كثير حيوية من قبل المجتمع المدني تهوي قرر شو هي المزايا يلي بدو يحافظ عليها وليش مش إنه هيدا شيء تقني أو علمي بنفرده على المدن لأ هيدا شيء بيطلع من قلب الشعب المدينة يلي بقول هل إشه لازم نحافظ عليها هاشم مستركيس البيت ذو الفناء يلي كان منتشر في المدن الساحلية السورية إلى انقراض المدن في دمشق وفي بيروت وفي كثير من عواصم العالم تتحول إلى كتل بطون مانعة النسمات من تدفق بين البيوت البشر كأنهم في معصرة من لحم ودم من مبادئ الهندسة المعمرية أنه الهندسة توازي الإنسان فالإنسان يفترض أن يكون قاعدة كل قياس كم يطبق هكذا مبدأ؟ كثير قليل بس كثير قليل مش لأنه المعمرية هني اللي عم بيفرضوا هيدا على البشر الناس هني بدهم بيوت أكبر من حجمهم لقلهم بدهم Air Conditioning بطريقة ما بتكون ناسقة مع الطبيعة بدهم سيارات كبيرة بدهم عدد غراف كبيرة المهندس ما هو بيخلق هالأشياء هيدا بتعطيه البرنامج بيعطيه راعي المشروع أو صاحب المشروع بفتكر أنه العالم صار يصور لحاله شو معقول المستقبل طبع العمارة يكون بطريقة جشعة بطموح كتير غريب بفتكر العودة للتواضع بيبلش مش بالمهندسين لوحدهم بس بالأصحاب المشاريع بفتكر مشان هيك مشروع جبال مع أنه البرنامج تبعه كتير طموح بس الإطار تبعه العملي كتير متواضع طلب منك تصميم مدرسة الأطفال في باب التباني مكتب عام في بيروت مركز زراعي في مجلية شمدي لبنان مصنع مركزي لعصر الزيتون في البترون حديقة لمنطاض ضخم في وسط بيروت وبنيت بينما بنيت مشروع الصيادين في صور شكل هذا المشروع عامل بقاء لأكثر من ثمانين صياد وفاز بأربع جوائز لروعته وتقسيماته هل أردت من خلال هذا المشروع مشروع الصيادين الاهتمام بشريحة مهمشة من الشعب اللبناني؟ نعم بس كمان من هذا المشروع قدرت انطلق كمكتب هندسي لوحدة من خلال تعامل مع المؤسسات غير متبغد لا تتغير ربح مؤسسات غيرية مثل مؤسسة البقاء بصور وإنماء الريفي طبع صور يلي هي أسسة البقاء ودكتور يوسف الخليل يلي كان القائد طبع هذا المشروع وكمان اشتغلت مع مؤسسة رونام عوض بشمال على عدة مشاريع ريفية وفتكر التأي يلي حطوها فيه مؤسسة رونام عوض والبقاء هي يلي عطتني الإله للمكتب طيين طلق أكيد الواحد بينبسط أنه عم بيساعد بالمناطق الريفية عم بيطلع على مشاريع يمكن المعمارية ما بيطلع عليها لأنه ما بتجيب مصاري ما بتجيب ربح وخارج إطار بيروت يلي أكثر المعمارية بيحطوا تقلن فيها أنا بالنسبة لإلي عطتني مجال أنه ابتكر مشاريع مختلفة يعني مش كثير مهنسين بيشتغلوا على مساكن شعبية أو على معاصر للزيتون أو على مدارس للولادي اللي بيشتغلوا البرامج كانت مختلفة وجربت أنه الهندسة كمان تكون مختلفة تتطابق معها بذات الوقت المشاريع الإنمائية كانت كثير مهمة لمكتبي لأنه ساعدتني أفهم أنه الصياد يلي بيصور ما بده بس يكون عنده بيت متل بيته القديم أو متل بيت جاره بيصور الصياد يلي بيصور حتى يبقى بيصور بده بيته يكون بموازاة بيت عمه أو بيت ابن عمه يلي هاجر على كندا وصارت أحواله كتير منيحة وعنده بيت كبير بقى العالم بالنسبة لصياد طبع صور ما بقى بس محيطه المباشر بس محيطه كتير أكبر منشان هيك مشروع صور والمشاريع المختلفة يلي عملتها بالمناطق الريفية المشاريع بتجرب بتوازي بين الموقع يلي هي فيه وطموحات الأشخاص يلي فيها يلي بده توصل للعالم هذا المشروع بذكرنا بالمعماري المصري الكبير حسن فتحي يلي لأبه هو أبو الروح المعماري العربية وأتقال هناك 800 مليون نسمة من فقراء العالم الثالث محكوم عليهم بالموت المبكر بسبب سوء السكن وهؤلاء هم زبائني هاجم ساركيس انت خلقت رسام ومعماري بدأ نسرح سويا لدقائق في التظاهرة الثقافية العراقية في البندقية مرحبا في العراق مرحبا بأحد عشر فنانا عراقيا شاركوا في النسخة الخامسة والخمسين لمعارض بينالي الدولي للفن المعاصر في البندقية شاركوا من قلب الوجع على جناح الإبداع موسيقى موسيقى أولا عidesم وأفضلون للعجمز أرى هذا صنع موسيقى الشمال الأمام أمام المعيين Estate أين السنوات عبدا من أننا أحد امن المسيقى منذ أننا على المصروم الأماكن هذا مزيد ومزيد كيف حدثني أن أعطي أن أتعلم أن أجل أن أتعلم هذا المنزل هذا المنزل الأفضل. لا أعلم شيء عن العراق لأمي قبل أن أبدأ. وعلى شهر أحب أن أتعلم كثيراً. أتعلم الكثيراً، ليس فقط عن الأمي في العراق وعلى شعورة المنزل، ومع تحديد الكثير من الأعزال بالإرادة ومع مجرد في إرادة مجرد جداً للتعليق وأكثر من تحديدين أكثر من أعزال ومع أشخاص يترون هذه التقليد دعونك بكثير جداً هذه تاني مرة بيشارك فيها العراق في معارضة البندوقية وهذه المرة عبر 11 فنان من داخل العراق بعضهم لم يرى في عمره فضاء آخر غير العراق بحثت عنهم من كردستان إلى البصرة مروراً ببغداد مديرة مؤسسة رؤية للفن المعاصر الصديقة تمارة الشلبي وجوناثن واتكنز مدير جالوري آيكون هاشم ساركيس تزوجت من ديالة عز الدين وعندكن بنت رائعة اسمها دنيا وبالنسبة إليك بغداد جالة هي كل الدنيا تسع سنوات دنيا عم تكبر وأنت عم تسرح بالعالم بين بوستن وبيروت ومدن أخرى مختلفات هلا عم نحكي عن بنتك وأنت عم تدمع أنت زوج رائع وأب رائع كم شكلت ديالة الدعم المتين إليك وكم تشكل دنيا الحلم المستمر يعني إذا بتحسب أنه أنا عندي شغلتين مكتبة وجامعة ومكتبة بمحلين ببوستن وبيروت أقدر أعمل كل هذا بذلك الوقت لجب أن يكون عندي دعم كتير قوي والدعم بيجي كتير من ديالة ديالة عز الدين هي ابنة ويسام عز الدين ويسام عز الدين هو مؤسس شركة تلفزيون لبنان بالشراكة مع تومسون الفرنسية وكان أول ما نستحصل على رخصة بس تلفزيوني في لبنان والبرامج الأولى كانت بالأبيض والأسود وبيغلب فيها الإرشاد والوعظ أبو ملحم الدنيا هيك وأبو سليم ترى شو هي العظة الأولى يلي أعطاك ياها ويسام عز الدين يوم طلبت إيد بنته ديالة الصمت التام لمدة دقيقة أعجابا خوفا خشوعا تأثرا هو بقول تأثرا أنت شو بتقول أنا بقول غيرة لأنه كان يحبه كتير لديالة وما كان بده يتخلى عنه بشكل سهل بس ويسام كان شخص كتير مرح كان شخص كتير منفتح للعالم والشباب بخصوصته وعرفني على عدة مجالات بالعالم اللي ما كنت بعرفها هي الميديا ما كنت بعرف أكثير عنها وهو الشخص يلي عرفني على اسطنبول مدينة من وقت ما رحت معه علي أول مرة صرت اشتغل على اسطنبول بهارفرد هلأ عم ندرس اسطنبول صلنا خمس سنين مع تلميزة ومنعمل تصاميم أفكار شديدة للمدينة وكل مرة بروح على اسطنبول بيكتشف تاريخ معين ومستقبل معين للمدينة وبالحقيقة اللي عم بيصير هلأ بساحة التقسيم باسطنبول بالنسبة لإلي برهان أنه مدينة مثل اسطنبول ما فيها تكون بس لأهل اسطنبول لازم تكون مدينة للعالم وبالفتكر الشباب اللي على الأرض بساحة التقسيم هيك عم بيقولوا أنه هيدا المدينة مش للمة هالمدينة تراث عالمي لازم نحافظ عليه ولازم ننشره بالعالم بسم عز الدين إجا على هذه الدنيا لكنه ترك أثر بالغ وعميء وبانتسع بسهولة رحمة الله عليه سمت مع ماريون كبار اعتزلوا لأسباب وأسباب العمل الهندسي رفعة جادرجي اللي كان ضيفنا منذ بضعة أسبوع فيلسوف العمارة اعتزل وانصرف إلى الكتابة هل بيرودك قرار الانصراف بكلتك إلى التعليم الأكاديمي؟ أبدا أبدا بالعكس بطمح لنهاري اللي فيني اعتزل التعليم وظلني بس عن برسوم بابلو بيكاسو الرسام الإسباني الشهير قال بعض الرسامين يحولون الشمس إلى بقعة صفراء والبعض الآخر يحولون البقعة الصفراء إلى شمس اكتار من طلاب الهندسة لم يمروا ولن يفعلوا في صفوف هاشم ساركيس وهم ينتظرون الآن مقولة واحدة درس واحد تصلح لهم زادا أو زوادي في الحياة اختون بهذه النصيحة ما تسمعوا لحدا حتى لهاشم ساركيس أعملوا لي اللي بتكون يا هاشم ساركيس مواطن من العالم الذي يثور على التقاليد الموروثة على النظريات الذي يجسد كل قيم العلمة كان ضيف هذه الحلقة لسا متاع جدا حقيقة لهذا الحوار اللي حكينا عنه منذ سنوات عديدة وبالأخير تم أصدقائي المشاهدين نصبعوا على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة